اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ما حققه المجلس من إنجازات في عام 2017 وما بذله من جهود بالشراكة مع القطاع الخاص يشكل إضافة إلى منظومة الأهداف التي يسعى إلى مواصلة تحقيقها وذلك وفقا للرؤى الوطنية والتنموية التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للوصول إلى التطلعات المنشودة للوطن وأبنائه جميعا ونوها سموه إلى الاستمرارية الناجحة للجهود المبذولة في الحفاظ على النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهماتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي واصل تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يسهم في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة وإبراز الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ودعا سموه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجاز وشراكات عالمية في سبيل تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تضيف القيمة النوعية للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق الوظائف في السوق المحلية وذلك في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية بأهدافها الشاملة لسيما تلك الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات المتخصصة التي تضمن انتقال التكنولوجيا والخبرة العالمية إلى المملكة جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية حيث رحب سموه في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد في مجلس التنمية الاقتصادية وتمنى لهم النجاح والتوفيق كما وأثنى على جهود الأعضاء السابقين وإسهامهم بوضع خبراتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق تطلعات وأهداف المجلس المتمثلة في خلق الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وتنميتها وتحقيق الوظائف النوعية للمواطنين من جانبه استعرض سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لانجازات التي حققها المجلس خلال هذا العام حيث أشار إلى أن نمو القطاعات غير النفطية التي بلغت 4.8% حتى الرابع الثالث من عام 2017 تعد من أعلى معدلات النمو بين دول المنطقة موضحا أن معدل النمو السنوي بلغ 7.5% منذ انطلاق مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2001 لتصل نسبة إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي منوها بأن المجلس استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات التي تجاوزت الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة سلفا على صعيد المشروعات الجديدة وخلق 2831 من الوظائف النوعية في السوق المحلية خلال العام الماضي واستقطاب الاستثمارات المباشرة التي بلغ حجمها 733 مليون دولار أمريكي في العام المنصر وهو ما يفوق بأكثر من ضعف ما تم استقطابه من استثمارات في عام 2016 وتضمن العرض كذلك الإشارة إلى ما تم إتمامه من مبادرات خلال العام بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص ومن بينها البيئة الرقابية التجربية وتشريعات التمويل الجماعي وحماية حقوق المساهمين وتسجيل الحاضنات ومسرعات الأعمال والمشروعات الناشئة وتأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ركز المجلس على تعزيز المكانة التنفسية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وتقوية البيئة الداعمة لريادة الأعمال وتطوير الانفتاح الاقتصادي كما تم استعراض دور مجلس تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة في زيادة مساهمة هذا القطاع في النتج المحلي الإجمالي والتصدير إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وذلك عبر دعم هذه المؤسسات في الوصول إلى الأموال وتعزيز الابتكار وتقوية إمكانياتها للوصول إلى الأسواق وتطوير مهاراتها وتسهيل بيئة الأعمال كما تطرق سعادة سيد خالد الرميحي إلى مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية التي جرى الإعلان عنها رسميا في نوفمبر عام 2017 حيث ستلعب هذه المبادرة دورا رئيسيا في تسهيل التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف والمساهمين في البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية لتكون بذلك أكبر مركز مخصص لهذا القطاع الصاعد على مستوى المنطقة وأشار الرميحي إلى ما شهدته المملكة خلال هذا العام من دخول عدد من المشاريع الكبرى إلى السوق ومن بينها شركة أمازون لخدمة الويب التي أعلنت عن افتتاح مراكز بيانات في الشرق الأوسط بحلول مطلع عام 2019 وشركة مونديليز وشركة بايتابس منوها بأن المملكة ما زالت تشكل قطبا تنافسيا جاذبا للمزيد من الاستثمارات النوعية التي تثق فيما تنعم به بيئة الأعمال البحرينية من تطور وما تحظى به من إمكانيات قوية للنمو وتطوير الأعمال باعتبار المملكة البوابة المثلى للدخول إلى أسواق المنطقة وهو ما ينعكس إيجابا مع أهداف المجلس في خلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية في القطاعات الحيوية في السوق المحلية وتطرق سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض إلى المبادرات التي يسعى المجلس إلى دعم تحقيق أهدافها في عام 2018 ومنها التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتطوير تراخيص وإجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتنمية البيئة الداعمة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتعزيز البيئة الداعمة للقطاع اللوجستي وتصنيع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة